لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد من جهة الظاهر ماذا لاحظنا جبهة التحرير الوطني تعلن الآن تصول وتجول تعمل في حملة انتخابية بل أبو الفضل بعجي الأمين العام لهذا الحزب وهو طبعا حزب طبل وزمر سنوات طويلة لبوتفريقة وأطلق الوعود والعهود التي لا تحصى ولا تعد بل وعد الجزائريين أنها ستتحول بلادهم إلى جنة وما إلى ذلك من تلك الوعود التي ألفها الجزائريون في عهد تفليقة ولم يتحقق شيئا جبهة التحرير التي للأسف كانت مفخرة للشعب الجزائري والآن تحولت إلى مجرد الرد سوء يعافف الجزائريون لأن هذا الرصيد التاريخي العظيم تحول من أياد الوطنيين الذين كانوا يدافعون عن هوية الدولة الجزائرية إلى مفسدين وفاستين بينهم من يقودهم يقول أن الهوية لا تسمن ولا تغني من جون هذا ما قاله هذا البعجي الذي ركب الموجة وصار يطبل ويزمر لهذا الدستور وبالطريقة البتفلقي حزب جبهة التحرير بالأمس كان حزب بتفلقة وكان بتفلقة هو رئيسه الشرفي منتعى الفخر والاعتزاز وتأسيا بقيمنا الراسخة من واجب الامتنان للمحسنين والعرفان لأصحاب الفضل وأهل العطاء يشرفني أن أعلن أن جبهة التحرير الوطني ترشح المجاهد عبد العزيز بتفلقة للانتخابات الرئاسية القادمة كما شاهدتم هذا هو العرس الذي أعدته جبهة التحرير للعهدة الخامسة هذا هو العرس الكبير الذي أعده معاد الذي كان منسق لهذا الحزب وطبعا لا تقول لي أن القيادة تغيرت بل أن كل الذين الآن يتواجدون في قيادة جبهة التحرير الوطني كانوا يصفقون في هذه القاعة لعهدة خامسة لبتفلقة إذن الحزب الذي صفق للعصابة وبارك للعصابة والأرندي الأمر آخر الأرندي أيضا حزب الأرندي أيضا وتشاهدون الآن على الشاشة في الصور أحمد أو يحيى الأمين العام لحزب الأرندي ومن معه في هذه المنصة حيث يجري التصفيق للعهدة الخامسة لبتفلقة إذن جبهة التحرير الأرندي وأجزم لكم أيها الجزائريون إذا رأيتم جهة تباركها هذه الوجوه البائسة في حزب الأرندي وحزب جبهة التحرير فتأكدوا أنه لا صلاحة فيها للجزائر وأنه هناك فيها فساد كبير لأن هذه الأحزاب لا يمكن أن تسير إلا في إطار ما تريد منهم تحصيل منافع شخصية فقط لا تهمهم الجزائر جبهة التحرير غير التي نقدسها ونمجدها انتهت من زمان أم هذا حزب دكان حزب آخر يتداول عليه فاسدون ومفسدون إن لم تكن ذممهم فاسد ماليا فهم أيضا قد يكونوا إلى فساد آخر هناك الفساد الأخلاقي وهناك فساد في الضمير وهناك الفساد السياسي وهناك الفساد الاجتماعي وما إلى ذلك لأن الفساد ليس فقط فساد لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله